السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليك كوك معكم مارين بركات. اليوم سوف اقدم لكم وصفة لحلوة البوق. هدوة شكلها. نزين ها بالفواكه المعثلة. هناك عدة وصفات لحلوة البوق. هاتي احلاها. شهية ولذيذة جدا. اه بالنسبة للمقادر. سوف نحتاج الى البيض. ثلاثة بيضات. تكون في حرارات الغرفة. سوف نحتاج ايضا الى الزيت. مئة ميلي لتر. تقريبا كأس عنباء غير مملوء كما تلاحظون. سوف نحتاج ايضا الى روح الفانيليا. هذي الفانيليا سائلة. في دلم السوفر استخدموا سكر الفانيليا. سوف نحتاج الى الزبدة. مئتان وخمسون جرام من الزبدة. بحرارة الغرفة. يعني رابعة وربع كيلو جرام. خميرة كيميائية كيس. سبع جرامات. نحتاج الى الدقيق. سوف نحتاج ما بين خمسمائة وستمائة جرام. نسبة كيلو جرام. ونضيف تقريبا مئة جرام. يعني على حسب نوعية الزبدة ونوعية الدقيق. سوف نحتاج ايضا الى النشا او مايزينة. اه مئتان جرام. تقريبا ثلاثة كؤوس من العنبة ونسف. بالنسبة للسكر نائم. مئتان وخمسون جرام. ما يعادل تقريبا اه ثلاثة كؤوس عنب او كاسا عنب ونسف. يفضل يعني ان تزينوا المخادر بالجرام يعني هذا افضل خاصة بالنسبة للحلويات. انا اعطي فقط يعني تقديرات. هنا ندمج الدقيق مع السكر نائم ريدا حتى يصبح مثل كريمة. تلاحظون. الزيف سوف اضيف هنا كأس من الزيت. تخدموا ايضا المارغارين اذا لم تتوفر الزبدة. لكن يعني الزبدة افضل ملاقوها افضل. لكن تختلف يعني من كيميا الدقيق بالطبع. هنا اضفت البانينيا السائلة. الزيت البيض بيضة ببيضة. واضيف الدقيق تدريجيا. هنا اضيف الخامير الكيميائية. اضفت النشا والدقيق. النشا سوف يعطيها يعني قوام خفيف جدا. والزيت اه خلط الزيت والزبدة سوف يعطي قرمشة ومضاق لديل جدا. تلاحظون القوام يعني هي خفيفة. مثل كريمة. لكن كريمة يعني سقيلة. بعد ذلك سوف اضعها في جيب حلواني. واضعها في الصينية. على هذا النحو استخدمت هذا الرأس. هناك ايضا يعني رؤوس كبيرة كيف تكون خاصة يعني بهاتي الحلوة حلوة البو. ايه نضغط باليدين. او استخدموها كده الجيل حلواني. ونخرج العجل نضغط نضغط قليلا ثم نرتفع على هذا النحو. واستمر في تشكيل الحبات على هذا النحو. بالنسبة لعملية الطهو. اني يفضل في هذه الحلوة اني ان تضع نقطعتين في الفرن وتجربوها. اذا اني انبسطت اني لم تنبسط يعني بشكل الكبير. فهذا جيد. اذا انبسطت في يعني ان هناك نقطة في الكيميات الدقيقة. يعني ولا يجب ان تكون يعني سمكة جدا يعني هذه هي الفواكه اللاجافة التي استخدمها. سوف ازين بها الحلوة على هذا النحو. كما قلتكم اني تقوم بتجربة بسيطة لحباتين فقط في الفرن. وتلاحظوا يعني يجب ان لا تنبسط الحبات الحلوة البوك على الصينية. ندخلها في المدة يعني عشر دقائق الى خمسة عشر دقيقة. حتى تاخد لون دهبي جميل. مسخا على مئة وتمانون درجة. يبقى لونها هكذا دهبي يعني اقصى درجة يعني خمسة عشر دقيقة. حتى تاخد هذا اللون الدهبي الجميل. اشكر مسابعتكم. وسلام عليكم ورحمة الله.